قال رئيس عبدالفتاح السيسي إن قضية تغير المناخ تظل تحدي الوجودية الأخطر الذي يواجه كوكب الأرض وأن تداعياته تزداد تفاقما يوما بعد يوم مع كل ارتفاع في درجات الحرارة وخلال كلمته عبر الفيديو كونفرنس أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ شدد رئيس السيسي على ضرورة وضع تعهدات المناخ موضع التنفيذة لخفض الانبعاتات وبناء القدرة على التكييف وتعزيز تمويل المناخ الموجه للدول النامية إن هذه التحديات تمثل ولا شك أعباء إضافية على دولنا جميعا وخاصة النامية منها إلا أن علينا دائما أن نعتد بالتقارير العلمية الموضوعية التي تؤكد بشكل قاطع أن تغير المناخ يظل التحدي الوجودي الأخطر الذي يواجه كوكبنا وأن تداعيته تزداد تفاقما يوما بعد يوم مع كل ارتفاع في درجات الحرارة ترجمة نانسي قنقر